سؤالي لمونة مونة حبيبي أنت من ستة شهور كان زوجك يتصرف معاك ويتعامل معاك بشكل مختلف عن الآن إيش الفرج اللي شعرت فيه؟ الحقيقة من ستة شهور كان شخص مثالي جدا فيما يتعلق بالبوح والكلام فكان بيحكي أحيانا حتى كنت ببقى مش مهتمة فهو يفضل يحكي لي ويقول لي النهاردة كان يوم صعب أنت عارفة كان عندي كذا ده تخيالي أنا أنجزته حاجات زي كذا فالحقيقة التحول اللي حصل كان كبير قوي فهو اللي خلاني أخد بالي أنه قبل كان مختلف تماما حقيقة يعني التصرفات اللي سارت أو الاختلاف هو اللي خلاك حكمتي أنه وصلته للخرس الزوجي؟ أهو الحقيقة هو وصل للنقيد تماما اللي هو بيدخل البيت تأكل دلوقتي بإماءة النهاردة زينا عمل حاجة جديدة مش عاوز تسمحها لأ شوية بس معايا حاجة خلصها وخلص هو نسي حتى مش هيستفصر تاني يعني فالهو التحول كان جد للحقيقة شريف شو رأيك بالكلام؟ كيف وصلت لها المرحلة؟ لا هي نفسها قالت ووقت بكونت بك أحكي لها تكون هي مش مهتمة فأنا بقيت تاخد بالي أن هي مش مهتمة من أول فبديت تلوها؟ لا هي اللي قالت فوقت بتحكي أحس أن هي مش مهتمة أو حاجة فكلام يعني مش لازم أقوله بالضافة أنا برجع البيت سعلا بكونت طول يوم عندي شغل دماغي مشغولة لسه بالشغل اللي أنا هعمله ولسه بالحاجات اللي أنا مفروض أعملها مع كورونا مع اللخبطة اللي حصلت في حياتنا كلها فبقيت هنا يعني أنا قاعد آه حتى وأنا قاعد بسامة كلام واحد بتكلم وأنا ماجي بتدور في حاجات تانية مخت في مكان ثاني وبعد كده يا كورونا عملت لنا ضغوط زيادة عملت لنا بنفكر في حاجات أكتر الشغل ما بقاش مستخر بنفس الأول بنفكر أصلا في المسابل المسابل كل حاجة فيها تتغير فأنت بتفكر إزاي ترتب المسابل دوت ما بقاش الحياة ما بقاش ماشى عن نفس الموقع اللي كتماشى فيها زمان دكتور حريري ايوه أهلا دكتور بدي أسألك هالمشكلة الخرس الزوجي يعني عدم الاتفاق بين الزوجين مو بالضرورة يعني يكون الخرس الزواجي هو إنحكاس لعدم التوافق ممكن أسباب تانية وممكن نعم يكون نتيجة لعدم التوافق فإنصافا يعني هي ممكن الإجابة تكون نعم أو لا الخرس الزواجي له أسباب كثير هو يعتمد حسب السبب وأي جذر من الجذور اللي أدت إلى هذا الخرس الزواج معلش دكتورة أنا كنت حابة أعرف كيف أقدر أحدد أنا إنه هذه المشكلة أو مشكلات زوجية توصل لإنها خرس زوجي أوكي يعني لو أخذنا مثال مثلا نظيفين اللي معانا اليوم بالعادة يعني تبدأ الحياة الزوجية هي تدخل على مراحل فالمرحلة الأولى عادة هي الأروق خلينا نقول بسبب الرواقان اللي فيها وقلة الضغوطات فيكون في الحوار أكثر في حماس في مساحة أوسع بعد كده تنتقل الأسرة على مرحلة تانية يعني أنا أتوقع أنه الضفين اللي موجودين عندنا شرف عليهم شخص آخر أنضاف للعائلة وهذا يسبب انتقال لهذه الأسرة تطلع من المرحلة الأولى للتانية بالعادة أحد أطراف الزوجين يا الزوج أو الزوجة وبالغالب السيدة أو الزوجة هي التي تنتقل للمرحلة الثانية وظل الزوج بالمرحلة الأولى فهذه أحد أسباب ويمكن لعلها الأسباب الأكبر عادة أنه لما الأسرة تمر بمراحل وأطراف الأسرة وعادة الزوجين يعني ما ينتقلوا مع بعض في هذه المراحل مع بعض حقيقة علاقتنا العكس تماماً علاقتكم بالعكس؟ تماماً أنا لسه في مرحلة الرومانسية الحالمة لكن هو في مرحلة أنه خلاص بقى بيدور على مدرسة زين دخلني في سكك تانية خالف جزء من الشغالي أن أنا بفكر في المسابل المسؤوليات والحالات هي ندخالي من مرحلة الزوج بس لمرحلة الأب لأن الأب دوت فيه مسؤوليات كتيرة عندك أنت اهتمامات أكتر ومختلفة عن وانت زوج